بسم الله الرحمن الرحيم الزمينات والزملاء الأعزاء صباح الخير هستعزنكم في رفع الكمامة حتى يصل صوتي إليكم هناك عدة موضوعات أريد أن أتحدث فيها إليكم بقلب مفتوح وأرجو أن تكون قلوبكم مفتوحة أنا بقالي في المحامات 62 سنة 62 سنة حلفت اليمين في 19 أغسطس سنة 1959 وبعد عامين من قيدي في نقابة المحامين التحقتوا بالكلية الحربية ثم عينت في 29 ستة 61 ضابطا عاملا في القضاء العسكري وأمضيت ستة عشر عاما ثم عدت مرة أخرى إلى المحامات بيتي وطوال هذه السنين عشرت أجيال في المحامات ودعوني أقول إنني لم أاتي إلى نقابة المحامين لاكتساب صيط أو للتباهي بأنني النقيب محامين عندي كثير جدا مما أتباه به ومما يرضيني ولا جدال أن موقع النقيب المحامين شرف لي لا جدال بل أنا لم تكن غايتي هي أن أنال هذا الشرف فقط وإنما غايتي كانت ولا تزال أن أنهض برسالة أعود بها بالمحامات إلى ما كانت عليه في الزمن الجميل الذي عاصرته وعشته وأن يكون المحامي أو أن تكون صورة المحامي في عيون الناس كما كانت في الزمن الفائت وهذا واجب ومهمة ورسالة يتعين علي أن أؤديها وحينما أحس بأنني عاجز عن أدائها فإن الانسحاب بي أولى في هذه الحالة وهذا هو كان مضمون الرسالة التي أرسلتها إليكم من ثلاثة أيام لم تكن استقالة ولكن أردت أن أعرض عليكم ما ألاقيه إنني في رسالتي التي أنهض بها مقتنعا بوجوبها ومقتنعا بغاياتها وبواعثها وأهدافها بأولاقي شرا وأولاقي إعاقة من ناس لا أعتقد أنهم ينتمون حقا إلى المحامة وإن انتسبوا إليها إسما لأن المحامة أدب ليست أدبا فقط في المرافعة ولا في اللغة ولا في الصياغة لا أدب في الأخلاق وفي السلوك لا أتصور محامة بلا أدب لا أتصور ولا يمكن أن تكون المحامة بلا أدب هناك تقاليد تحكم المحامة منذ كانت وحتى اليوم وهذه التقاليد يجب أن تحترم وعشان كده أنا قلت أن أنا جاي أرفع 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 إلى الأعلى والأفضل مش أن أتغير أنا إلى الأسفل لن يحدث لن أتغير إلى الأسفل متاتا ولو السف على الرقابتي مش هتغير إلى الأسفل في ناس ما هيش مدركة ما هي الأعباء التي أحملها فهم أن أنا قاعد عن ناصية تعالي أجي تروحي تروح هذا كلام لا أعتقد أنه يصدر من محامي بمعنى الكلمة اللي يقول لي على الفيسبوك قمت على أنا مرسل متروح هو فهم أن أنا قاعد عن ناصية أنا فيه قدامي أمهات مسائل وواجبات سقيلة جدا أنهض بها لا يعرفها الأستاذ الزميل اللي يقول لي قمت على أنا مرسل متروح دلوقتي هذا ليس تقليلا من شأن الحدث في مرسل متروح ولكني أستطيع من موقعي أن أتواصل مع الحدث وأن أوصي بما أراه وأن أبث هذه التوصية إلى زملائي سواء في النقابة الفرعية في مرسل متروح أم زملائي المحامين في مرسل متروح أم أعضاء مجلس النقابة العامة وليس بالضرورة أنه إحنا نتصور أن نقيب المحامين واجبه الوحيد هو أنه يقفز في كل نداء عشان يحضر قدام النقابة ويحضر قدام محكمة هذا لا قبل له به ولا هذه الدعوة توجه إذا كان اللي بيدعو إليها مدرك للأعباء التي ينهض بها نقيب المحامين ولا سيما أنا أنهض بمهمة شاقة جدا جدا منذ توليت هذا المنصب في 19 مارس 2020 وبقالي في عشرة أشهر أنا أمامي مهام كبرى أسع إليها وأسعى لتحقيقها وشيء مؤسف جدا أننا ألاقي مثلا ناس مهتمة بحاجتها مش هي مش بكلم بقى على الأزمة بتاعة مارسة مطروح لأننا وجهة نظري فيها أنا قلتها بوضوح شديد جدا أننا نتعين أننا نتعامل مع الحدث تعامل القانونيين النيابة العامة تحقق ولم ينسب أحد إلى النيابة العامة أنها قصرت في تحقيقها وأبلغت بأنها أمرت بإحالة المحامي المصاب إلى الطب الشرعي وإلى الطب العسكري ثم إلى الطب الشرعي وإنها قائمة بالتحقيق والسدعة المشكو في حقهم لسماع أقوالهم والتحقيق جاري هناك وجهة نظر على الطرف الأخرى لازم من حقهم برضي يقولوا ما الذي حدث من وجهة نظرهم وإحنا من واجبنا وحقنا أننا نتحقق كرجال قانون وناخد تصرفاتنا طبقا لهذا أنا مش حجاري أنا مش حجاري إنما أنا أتصرف كنقيب محامين يعني حقول للحضراتكم بمنتهى الوضوح هناك عصابات سرقة أراضي بتضرب توكيلات مزورة وبتضبط وبتحال إلى النيابات للتحقيق وللمحاكم للمحاكم ومنهم بعضهم للأسف ينتبون إسما إلى المحاما ومتهم بأنه ضرب توكيلات مزورة علشان يستولي على أراضي سواء للدولة أو لأشخاص بغير حق هل مهمة نقيب المحامين أو نقابة المحامين أن تؤذره أم مهمتها أن تنتظر التحقيق لطرى عما إذا كان الحق في جانبه أم أن الحق ضده وإذا كان ضده فواجب نقابة المحامين أن تحاسبه وأن تحيله إلى المحاكمة التأذيبية لأن ليست مهمة المحامين التزوير ولا الاستلاء على أراضي الغير بالتزوير فالمسألة ما هيش بالبساطة دي ما هيش بالبساطة دي في ناس تحب تقول المزايدة وأنا اللي حيقرب من المحامين أعطع إيده وهلا يتحدد قطعت وهو كلام وسعاد بيرضي ما هو سهل أنه يتقال كلام زي ده سهل قوي بسيط خالص إذا كان الكلام كلام ويهي كلام إنما في ناس اللي هو قار حديثه والفعل والسلوك والشعور بالمسؤولاء والوقار أنا لا أتخلى عن أي قضية لأي محامية أو محامية وأنهض بيأ بما أراه وطبقاً للمنطق والوقار والاتزان وما تعلمناه ما هيش المسألة مزايدة انتخابية حضراتكم لا يفوتكم إنه المسرح مليان مزايدات انتخابية طيب حد سأل نفسه ماذا يواجهنا في نقابة المحامين وده بقى الأساس اللي أنا يعني فاتح البثة عشان أقوله لكم حد سأل نفسه إحنا قدامنا إيه لنقابة المحامين لهذه الانتخابات الفرعية حضراتكم إحنا المجالس جميع المجالس للنقابات الفرعية انتهت ولايتها في 6 أبريل 2020 يعني مضى على انتهاء ولايتها عشرة أشهر وهناك إعاقات متعمدة لإجراء الانتخابات الواجب إجراها المفترض أن المجالس الموجودة تسيير أعمال تسيير أعمال ومن حق مجلس النقابة العامة طبقاً لرؤيته أن يعين إذا أراد لجاناً لإدارة النقابات الفرعية إذا أحس أن الأمور تجري فيها على غيره واجسيما وقد انتهت ولاية المجلس النقابي الموجود ومع ذلك فقد آثرنا وآثرته أن نسعى بكل السبل إلى إجراء انتخابات نقابة المحامين الفرعيات وكل المحامين عارفين ماذا جرى في الجمعية العلمية التي كان مقرراً انعقدها للبت في قرار المجلس بجلسة أظن 19-8 بالدعوة لجمعيات عمومية للشرقية والإسكندرية والغربية والبحيرة والجيزة والقاهرة لتقرر رأيها إذا كان يعني بتحب أن تشمل الدوائر المحاكمة الابتدائية فيها النقابة واحدة ولا أن تستمر الأوضاع على ما هو عليه الكلام ده حضراتكم القانون بيقول أنه مجلس النقابة كلامه أو قراره ما هواش قرار نهائي وهذا القرار يعرض على الجمعية العمومية معنى أنه يعرض على الجمعية العمومية يعني اللي عاوز يقول آ يقول آ واللي عاوز يقول لا يقول لا ألف باء يعني ألف باء إنما الناس يعني أنا أدهاش عن الناس اللي عاوزة تقول لا بتصادر على انعقاد الجمعيات العمومية وجرت وقائع مؤسفة مؤسفة أنا قدر أقول بالإسم للتحريض على عدم عقد الجمعيات في الأماكن التي كان مطلوبا أن تعقد فيها ومنهم من لجأ إلى الروساء بحاكم ومن لجأ إلى السلطات الشرطية لإعاقة عقد الجمعيات العمومية ثم يقال أنه أصل الحكاية فيها اخناء وفيها اختلاف وجهات نظر لاختلاف وجهات النظر مفترض وإلا ما كان عرض على الجمعيات العمومية ده عرضها على الجمعيات العمومية بيفترض مقدما أن هناك من يريد آ وأن هناك من يريد لأ وحقه وواجبه أن أتيح له أن يقول آ اللي عاوز يقول آ وأن يقول لأ اللي مش عاوز الدمج ده إنما إنها تحول رفضك للدم إنك أنت تصادر على عقد الجمعيات العمومية هذه مسألة لا تليق إنما الأكتر منها عدم لياقة تحريض السلطات ضد نقابة المحامين عشان ما تنعقدش الجمعيات العمومية وطبعاً حابه يحمله يعني الزنب للأستاذ مجدي ساخي وأنا دفعت عنه لأنه هو في حقائق المحامون الذين يعني يبادرون بهذه الحملة لا يعرفونها لم يكن الخطأ خطأ الأستاذ مجدي ساخي ولا لجنة الإشراف على الانتخابات وإنه هناك ظروف وموانع متراكبة رأينا من المصلحة العامة أن لا ننسرها طب دلوقتي إحنا بقرار من مجلس انعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب النقابات الفرعية طبعاً أمر بديهي وأستطيع أن أنا أقوله كده بمنتار وضوح مش كل النقابات الفرعية يا ما هنا يا ما هناك يعني مجالس في مجالس بتؤدي واجبها بدقة وكفاءة وإخلاص وفي مجالس عليها يعني نعي يعني أنا بقول برضو بختار ألفاظي بعناية وأنا وصلتني تقارير جهاز مركزي للمحاسبات يعني لبعض النقابات الفرعية آثرته أذيعها الآن حتى لا أؤثر أو لا أتهم بالتأثير في الانتخابات إنما عليك أنك أنت تحترم حق المحامين في إنها تقترب دلوقتي مجالس النقابات الفرعية لا تصادر عليها لنا ولا غيري إنما أنا شايف بيحاولوا لقل بعض اللي مالوش مزاد اللي مش عاوز تتعامل انتخابات نقابات فرعية إنه هو يصادر على الانتخابات ويقلف ويتدخل فيما لا صفة له به أنا حضرتكم عشان ليبقى المسألة واضحة قدامكم قبل ما حقول اللي وصلني دلوقتي حقول إحنا عملنا إيه هنحط له إليكم مذكرة أنا عملتها بنفسي إلى السيد الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل بتسلم إليه النهاردة عن الإجراءات التي اتخذناها لإجراء الانتخابات إجراءات جادة جدا وقبل ما بعت هذا إلى الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل إحنا أرسلنا جوابات إلى كافة رؤساء المحاكم الابتدائية نخترهم فيها بأنها حتجر انتخابات نقابات المحامين وطبقا للقانون واللوائحنا وطبقا للعرف والتقاليد في غرف المحامين وأنديات المحامين والأماكن التي يمكن الإدلاء فيها بالصوت وأرسلنا هذه الخطابات إلى كافة المحاكم وأعطيت صورة وقتها للأستاذ المستشار الجليل وزير العدل منذ 3 ديسمبر 2020 يعني من شهرين النهاردة 1 فبراير يعني من شهرين إحنا قلنا كده نتشرف بالإحاطة أنه بمناسبة ده لكل محكمة بمناسبة إجراء انتخابات النقابات الفرعية ووفقا لنص القانون المحامية واللائحة تجرى الانتخابات بمقار غرف المحامين دي غرفتي بالمحاكم وتحت إشراف من أعضاء هيئة قضائية وأننا قد اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة وأن هذه المقار لن يتواجد بداخلها ده واضح في جوابات إلا رئيس اللجنة وأمين سر وهم من جهة الإشراف القضائي وعدد اتنين مندوبين من المرشحين والمحامي الذي سيجري التصويت ومش هيخش المحامي اللي بعده إلا بعد اللي جوه يخرج غرفة المحامين دي بيبقى ساعات فيها خمسمائة وستمائة محامي هيبقى فيها أربعة خمسة يعني الاتنين واتنين أربعة والمحامي اللي بيدي صوته ويخرج ويخش اللي بعده لا محل لأن يقال إن هذا تدمع ولا محل للاحتجاج لإيقاف الانتخابات إنما فيه ناس مننا استساغت إنها ترفع دعاوة أولا الجوابات اللي أنا بعثناها دي من ثلاثة اتناشر لم يأتيني أي رد لغاية ناول أول مبارا أول رد جاني رد جدير بالاحترام من الأستاذ المستشار الجليل رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الأستاذ المستشار أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وخاطبني بخطاب محترم وقال لي إيمان إلى كتاب سعيدتكم بتاريخ تلاثة اتناشر الفين وعشرين المرفق صرطه بشأن إجراء انتخابات النقابات الفرعية المزمع إقامتها يوم سبعة اتنين نتشرف أن نرسل لسيادتكم رفق كتابنا مذكرة السيد أمين عام المحكمة في هذا الشأن وذلك بالموافقة على إجراء الانتخابات داخل الغرف المخصصة للسادة المحامين مع مراحقة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللي احنا متنفقين عليها الكلام ده وصلني يوم اربعة وعشرين جناير على مجاني جاني يوم ستة وعشرين سبعة وعشرين رد محترم فيش رد سلبي جاني خالص لغاية من النهاردة أو لغاية مبارع فيش ولا رد سلبي وعشان كده أنا برضو إحنا عملنا إجراءات فأنا لقيت من وجبي أن أنا أضعها قدام وزير العدل علشان نضع وزارة العدل وهي تشاركنا ونحن نشاركهم في تحقيق العدالة ونحن طرف من أحد الأجنحة التي تعمل في رحاب العدالة لإقرار العدل والحق ولنا في المحاكم أيضا لأننا لنا غرفتنا في المحاكم لأننا نمارس عملنا في المحاكم وفي سراي النيابات ما نحن متطفلين ونحن أيضا نقر بسلطة وزارة العدل وسلطة السادة المستشارين القضاء العظام الذين يقومون على أمر العدالة ونتعاون معهم بكل ما نستطيع فحضراتكم أنا كتبت لأستاذ وزير العدل أنا قلت له أن أنا أرفق لما عليكم صورة كاملة مما أنجزناه أنا عاوز حضراتكم تعرفوا اللي إحنا أنجزنا بقى عشان اللي عمالي متصور أن نحن قاعدين بنلعب ما بنلعبش لإجراء عملية انتخابات النقابات الفرعية المحدد لها يومي سبعة وتمانية فبراير والإعادة يومي أربعتاشر وخمستاشر فبراير ألفين واحد وعشرين ومرفق لما عليكم أربع حوافز مستندات بما تم طويت على بس الحوافز الخمسة الأربعة دول قبل ما أبعث الجواب جتني تمن أحكام لصالحنا فأرفقتها في حفزة رقم خمسة حاجة بالو يبقى أنا وقت ما حررت الخطاب ده المذكرة دي مبارح كان باتكلم عن أربع حوافز مستندات إنما بعد ما كتبتها جتني تمن أحكام لصالح النقابة ورفض للمحاولات التي يفذلها البعض لإيقاف الانتخابات فرأيت أن أرفقها بحفزة رقم خمسة وأرفقتها وأرسلتها إلى الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل الحفزة الأولى فيها عشرين حق حكرر تاني فيها عشرين حق صادرين من محكمة القضاء الإداري برفض طلبات وقف التنفيذ المرفوعة والدعاوة المرفوعة من بعضنا لإيقاف الانتخابات وإرسال أو إحالة الموضوع إلى هيئة مفوض الدولة وثلاث أحكام أخرى أو ثلاثة عشرين هو إلى هيئة مفوض الدولة بالنسبة للموضوع والأحكام اللي جات مبارح تمانية نفس المضمون رفضت الشق المستعجل الذي كان يسعى لإيقاف الانتخابات وحالة الموضوع إلى هيئة المفوض الدولة فبقوا إحنا النهاردة بنتوسد واحد وثلاثين حكم قضاء وثلاثة وعشرين من محكمة القضاء الإداري وثلاثة من المحكمة الإدارية عليها هل دا كان سيادة حضراتكم يعني مسألة بنعملها ونعدينا على القهوة ولا دا واجب بنعمله ونحاول نوقف طيار الإفساد والإفشال والإعاقة والانتخابات دي معمولة لصالح النقيم ولصالح مجلس النقاب العامة واللي معمولة لصالح المحامين وعشان المحامين تعبر عن إرادتها والذي يسيغ لنفسه أنه هو يخالف هذه المصلحة العامة ويسعى بلا وجه وبلا سند لإيقاف الانتخابات هل هذا محامين وهل هذا يسعى لمصلحة المحامين ومع ذلك تحملنا وبنقل واجبنا وبنروح نقول وجهة نظر النقاب العامة والقضاء حكم في 31 حكم 28 لمحكمة القضاء الإداري وتلاتة الإداري عليا بإجراء بمن بلخصه يعني إجراء الانتخابات في ميعاد قلت له الحافظة التانية فيها اختار جاني ودي قصة طالة فيها الحديث وفي ناس كت في شماتها كده يعني قاعدة شغلة نفسها بإنه مش هيبقى فيها إشراف قضاء وللأسف أحد أعضاء المجلس هو محل التأديب على فكرة مش هقول اسمه رح بعرفش جايب منين صورة جواب جاي من هيئة النيابة الإدارية بتعتذر عن عن إجراء الرقابة القضائية هو اعتبر خلاص يا اسهلان بسقف طب انت بسقف انت فرحان أن ما فيش إشراف قضائي طب أنا عارف أن القانون يعفيني من إشراف القضاء القانون مش هذا اللي عامل لعمل اللي قابلي في سبتمبر 2019 مش هلنا اللي عام ويعفينا من الإشراف القضاء إنما أنا عاوز إشراف القضاء لي يطمئننا قلبي وقلوبكم جميعا هل أنا بقى أعدت حاطت إيدي على خدي وأعدت عاية وصوت ولا إحنا بنسعى نسعى أو دعوني أقول بمنتاز صراحة أسعى 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 علشان يبقى فيه إشراف قضائي وأخيرا والحمد لله أستاذ المستشار الجليل أبو بكر صديق عامل رئيس هيئة قضايا الدولة وهي هيئة قضائية بحكم الدستور استجاب وفي مكلمة تلفونية أثلجت صدري وأتباعها بقوله إن المجلس الأعلى هيئة قضايا الدولة سوف ينعقد يوم الاثنين اللي ماضي وأنه سيعرض الأمر علي وقد عرض الأمر وجاءني من سيادته الخطاب التالي بتاريخ ستة وعشرين يناير الفين واحد وعشرين بيقول إلى ناقيب المحامين بيخترني بقى بموافقة المجلس الأعلى إعادة يومي أربعتاشر وخمستاشر فبراير الفين واحد وعشرين ومرفق بالخطاب صورة قرار رئيس الهيئة رقم سبعتاشر الصادر في ستة وعشرين يناير الفين واحد وعشرين بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي ومن احترامه لنقابة المحامين أنه أشفع هذا القرار بأسماء اللجنة اسما اسما وأرقام تليفونات كل واحد من أعضاء اللجنة وكان من احترامي للجامع العمومية أنني نشرته على موقع النقابة المتاح لجميع المحامين الخطاب الذي أتاني من هيئة قضاء دولة من رئيس الهيئة بقبول الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين وأيضا القرار رقم سبعتاشر الصادر من سيادته في سبعتاشر يناير بناء على موافقة المجلس الأعلى للهيئة بتشكيل اللجنة العليا برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العز عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الحاجة الوحيدة التي أنا حذبتها في النشر أرقام التليفونات الخاصة لأعضاء اللجنة لأنه ليس من حق أن أنشر أرقام تليفوناتهم الخاصة الموبايلات على العام هل بقى الأستاذ الزميل المحل التأديم اللي كان بيساقف وبيزغرط عشان النيابة الإدارية اعتذرت عن الإشراف القضائي طلع وعمل بس إذا بيبيع بكل يوم عشان يهاجم النقابة وهاجم النقيب تفضل المشكور أنه أقول الحمد لله حيبقى فيه إشراف قضاء على الانتخابات لا هو مش عاوز الانتخابات أصلا هو اللي بسلطه وحقول لكم دلوقتي إيه اللي بيحصل عشان تعرفوا أن أنا بقى أقاتل من أجلكم مش المسألة سألة كده أنا بقى أقاتل الحافظة التانية طويت أيضا على الخطاب الذي جاءني من المستشار عبد النصر رب العز عيسى نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة لجنة العلية للإشراف على الانتخابات بالمطالب والتي أجبناها وأرسلت زميلية الأستاذين مجد ساخي رئيس لجنة الإشراف عندنا ووكيل النقابة والأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس وهو أيضا أحد الأعضاء البارزين في لجنة النقابة للإشراف على الانتخابات وراحوا التقوا بالأستاذ المستشار الجليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العليا لإجراء الانتخابات يوم السبت الماضي من الساعة تمانية ونص تسعة عاديم معاه وتباحثه وحضره كل شيء بما فيها الخطاب الذي أحضر إلي من الأستاذ المستشار الجليل فيما يتعلق بتكاليف التي واجب القيام بها بالنسبة للعملية الانتخابية والتقاليد لا تسمح لي بأن أتناولها ولكنها تكاليف تتكبت فيها النقابة بواجبها للقيام بهذا الواجب مش إحنا بنلعب ومرفق بالحفظة الجواب والما تم يعني انتخاذه للإستجابة إليه الحفظة الحفظة الرابعة كان فيها الإجراءات الاحترازية اللي تلعب قرار أنا أصدرته يعني مليان لكل المبادئ التي ستتبع وتم توزيعه في حينه على كافة النقابات الفرعية ويوزع أيضا على كافة اللجان ويجري هذا على الملأ بعثنا هذا الكلام بالحوافظ إلى الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل طب يعني بيقول له في الآخر برضو عشان يعني فيه ناس بتحول تدس بيننا وبين وزارة العدل ونتله في الآخر بقولها هو على الملأ ولسته بحاجة إلى إداء جزير شكري وعميق امتناني على ما نلقاه في عهدكم من وزارة العدل من مساندة صادقة لأننا برضو من واجب أقول الخمسة وعشرين مليون جنيه اللي اتبعتولي من وزارة العدل من أتعاب المحامات كان بفضل السيد الوزير وبتليفوناته طرف مكتبه لازم أقرب هذا لازم والسابعة والخمسة واربعين مليون جنيه اللي جوني من مجلس الدولة الحقيقة كان بفضل الأستاذ المستشار الجليل رئيس المجلس مجلس الدولة في لقاء كان لي معهم جدنا سبعين مليون سبعين مليون في أسبوعين يطلع اللي يقول هو أنت جيبهم من بيت أبوك لا مش من بيت أبوك بس أنا جبتوا أبوك قول لي يا أخي بتشكلي إنك أنت جبتوا مليون مش منجيب قوية صحية ده حقكم بس أنا جبته أنا جبته نرجع أنا قلت له ولست بحاجة إلى إبداء جزيل شكري وعميق امتناني على ما نلقاه في عهديكم من وزارة العدل من مساندة صادقة آملا كعادة معاليكم أن تعينونا على إتمام هذه الانتخابات حولها تانية آملك عادة معاليكم أن تعينونا على إتمام هذه الانتخابات على الوجه الأكمل لا سيما وقد فرضها انتهاء ولاية جميع مجالس النقابات الفرعية منذ 6 أبريل 2020 واستحالت استمرار الأوضاع على هذا النحو وطيبوا لي أن أعبر لمعاليكم عن كامل تقديري وعظيم شكري وامتناني رجائع أعطي أنا خير ومعالي شوفوا حضراتكم نحن بنعمل إيه عشان زملائي وزميلاتي وأبنائي وبناتي يعرفوا إن احنا مش قاعدين يعني بنلعب لا أنا وأقو فيه ملفات المعاشيات وملفات العلاج وملفات ملفات إثراء معهد المحامية وملفات التدريب اللي عملنا فيه تعاقد على تدريس برنامج فارس وعمل دورات للمحامين عشان يتلقوا فيه ما يكرس وينمي ثروتهم القانونية واللغوية إلى آخره وعملت القرار لإنشاء لجنة متأسف أكاديمية المحامية وتضمن هذا القرار إنشاء هيئة سشعرية من كبار رجال القانون وعلمائه ومن الأساتذة الكبار في المحامية وعلى رأسها الأستاذ الجليل الدكتور أحمد فتحي سروع معه نخبة من كبار أساتذة القانون والمحامين ونسعى في مجالات متعددة ومن ضمنها الانتخابات اللي احنا بنعاق وضبط الميزانيات وإجراء المتتبع تتبع الفساد أنا لسه عملكوا بس أو بثين واحد كان التقرير اللي جاني عن سنة 2018 من الجهاز المركزي للمحاسبات وفيه بلاوي بلاوي مرضو رأيت من وجب أن أنا وصلها لحضراتكم والتقرير المستقلة عن المركب فرعون النيل واحد وفيه بلاوي احنا بنشتغل بنشتغل من أجل نقابة المحامين ومن أجل المحامين أنا بس حضر لكم مسأل واحد مسأل واحد فيه جواب جاني من الأستاذ المستشار الجليل محمد جمعة محمد رئيس محكمة بني سويف الابتدائية بيقول لي مرفق لسيادتكم رفق كتابنا هذا كتاب الأستاذ نقيب المحامين ببني سويف في هذا الشعب بعتولي يوم 24 واحد بس هو للأسف ما جانيش اللي النهاردة في البصة اللي جاتني النهاردة مش دي القضية القضية الطلب أو الخطاب أو الكتاب الذي تقدم به نقيب بني سويف إلى الأستاذ المستشار رئيس محكمة بني سويف الابتدائية لتحريضه على عدم إجراء الانتخابات في غرف المحامين باختصار كده هل هو صاحب صفة في أن يخاطب المحكمة التي خاطبناها بخطاباتنا منذ 13 لإجراء الانتخابات منها في غرف المحامين وأنديتنا إلى آخره ليخاطب رئيس محكمة ابتدائية لبني سويف يطلبه بأنها ما تجراش في المحكمة ويقترح ما يقترحه هل له صفة في هذا الأستاذ نبيل حميدة النقيب بني سويف هل هو أحل نفسه محل النقابة العامة حتى يخاطب رئيس المحكمة الابتدائية في بني سويف لتحريضه على عدم إجراء الانتخابات في غرفتنا في المحكمة يا أخي عيب يا أخي عيب ده انتهزة بتعرينا من حقنا كمحامين لنا غرف محاكم غرف محامين داخل المحاكم ولنا فيها حقوق غرفة المحامين دي بتاعتي وأنا اللي بجهزها وأنا اللي بفرشها ومعمولة عشاني أنا مش ضيف والغرفة دي مش هيحدث فيها تجمع التجمع موجود النهاردة في كل غرفة ممكن يكون فيها متين وتلتمائة ورعمائة وخلسمية إنما في الانتخابات اتنين رئيس اللجنة وأمين السر واتنين مندوين والمرشح اللي حيدي صوته ومش هيخش اللي بعده اللي بقى ما يخرج يعني الأوضة اللي بتاكبت شي متين وتلتمائة ورعمائة وخمسمية هيتواجد فيها خمسة ثم انت تحرض ضد القبتك وتلغي حقنا كده شوفوا بقى الجواب اللي بعتوا سيادته أبو الطلب وتفضلها مشكورا بأنه هو مش بس مضاء وختموا بخدم نقابة محامين بني سويف وخدم سيادته نبيل حميدة المحامي نقيب محامين بني سويف بقوله سيد المستشار رئيس السناف ورئيس محكمة بني سويف التدائية بعد التحية والاحترام نحيط علم سيادتكم بأنه قد تم في شهر يناير يا عم ده لا بعت من 3 ديسمبر إجراء انتخابات النقابة العامة طبعا ده معلومات مغلوطة وأنا مش مسؤول أقول بقى نيته إيه؟ إنما إحنا القرار من نوفمبر والجواب اللي ما بعت لكل رؤساء المحاكم تاريخه 3 ديسمبر 2020 يوم يقوله أول في شهر يناير إجراء انتخابات النقابة العامة بمقر نادي محامين بني سويف أنا ما قلناش ما قلناش في القرار بمقر نقابة بني سويف القرار اللي رايح ما هو بفوش كده إنما هو بيقوديه عشان هو عاوز حاجة عاوز المقر بتاعه يعمل فيه على كيفه بمقر نادي محامين بني سويف ونرى سيادته بيرى ونرى ده انت لغيت النقابة العامة ولغيت النقيب العام وسيادتك بتحيل نفسك محل النقيب العام ومحل النقابة العامة ومجلسها مين يقول كده مين يقول كده ونرى نظرا للظروف التي تمر بها البلاد يا والد من جائحة كورونا أن يتم تنفيذ انتخابات النقابة الفرعية في ذات المكان بمقر نقابة المحامين الله أكبر بيقرنيش النيل بني سويف يعني محل سيطرته هل يليق هذا التحريض أنا مش عاوز أقول ما يبنى على هذه التصرفات مش عاوز أقول يعني أنا بس أردت أن أقول لحضراتكم أنه أمامنا مهام كبرى وأن أنا من حقي أبقى تزعلوش يعني أبقى غاضب حيقولولي ليه بيجتموك ذو المعروفين وأصحاب سبوبة وناس كذا وكذا وكذا ده مش دي القضية بس هما متشحين بثوب المحاماة واروب المحاماة أنا عشت في المحاماة 62 سنة محد الشتامي محد الشتامي وفجأة منذ توليت النقابة العامة بتتفتح أبواق منتهى السفالة وقلة القلب والانحطاط وأنا أنا أنا ما بسبش أنا بصف الفعل بصف الفعل يخشوا على المواقع كلها وقروا بماذا يوصف كبيركم ونقيبكم الذي هو شيخكم قبل أن يكون نقيبا هل هذا يليق وهل يكفي أن يقلية الأغلبية معاك وكل المحترمين معاك طب الأغلبية اللي معايا دي صمتة صمتة وهم صوتهم عالي وأنا عارف أنهم أقلية إنما ماذا يعني يكون المراقب من بعيد لما يقرى دي وما يشوفش رد وما يشوفش إضاح ما ممكن يقر في زينه أن الصفات دي هي فعلا صفات نقيب المحامين طب أنت أستاذ يلي بتشت النقيبك وبتحترموش أنت عاوز مين يحترمك ويحترمك بقى أمرت إيه بقى إن شاء الله يعني أنت النقيبك اللي عنده 82 سنة ده لصاحب تاريخ عريض في المحاماة و 62 سنة في المحاماة وعمل لك 25 مجالب من حصان المحاماة ورسالة المحاماة وقضية الجمارك الكبرى وقضية نوب القروض وقضية من القبيين بتشتموا يريد بتشتموا لسبب أنت بتشتموا عشان تشتموا بس وعشان تهينوا نعم أنا غاضب بس مش معنى أن أنا غاضب أن أنا باهرب ولا حهرب لا أنا مش حهرب أنا مش حهرب ولا هنسحب لا أنا عتابي هو عتاب للأحبة مش لدول أنا لا يعنيني اللي بيشتموا إلى أدب أنا يعنيني الأغلبية الكبيرة جدا لنعرفها التي تقدرني وتقدر عملي وما أفذله من أجل النقاب والمحامين إنما أنا عتابي على هذه الأغلبية المحترمة أنا صوتها واطئ مش عاوز أقول صنطة وواحد يقول ده بيحرد عشان يعمل حرب أهلية في المحامين وما قالوا أنت بتعمله ده يسياتك بس أنا ما عملش حرب أهلية ويشهد على هذا الموقف يوم ما اعتدوا أو حاولوا الاعتداء عليه في اتحاد محامين العرب إن أنا نهيته كل الزملاء اللي كانوا وقفين بيحموني إنه محدش يرد على أي سب أو قسف أو يد بتمتد وألزمت الجميع بهذا أنا راجل لا أحرض على حرب ولا على صراع أنا حجتي علمي وخبرتي وصدقي وبياني مش حجتي قلة الأدب ولا السفالة ولا السب أنا تسبيت وبتسب كل دقيقة مش كل يوم ومع ذلك حد يمسك عليها لفظ نبي أنا شتمت بي واحد واحد فوصل اللي أنا بعمله ده كله يطلع واحد عضو مجلس للأسف يعني يقول إن أنا أصلا أنا قاعد أسمع مكلسوم وسايب النقاب بقى سعلي عامل السيادتك أنت بتعمليه طيب أنت السيادتك من يوم ما ما انت خبت أو انت خبت أنت قاعد في مقرك حيث هناك ولا تأتي للنقابة إلا لماما ولا تفعل شيئا طيب اللي انت عملت سيبه ده وبتقول إنه بيسمع مكلسوم وسايب النقاب طيب اللي بيسمع مكلسوم ده بيتواجد في النقابة كل يوم من الساعة عشر الصفحة على الأقل الساعة سنته مساء كل يوم واحد مكفى الشهر وياهو في الأسبوع تلاتاشر مقال كل أسبوع السابت في أخبار اليوم والأتنين في الأرام والأربع في صوت لازر والخميس في الشروق والجمعة في الوطن زائد مجلة الدبلوماسي الشريع زائد كل يوم في العمود بتاعه في مجلة المال زائد برنامج مع الله حالقتيين كل أسبوع في صوت العربي زيحهم هو اللي كاتبهم وبصوتهم انت للي بتسمعشهم مكلسوم عملت إيه بدون ياك هالحكاية كلام يا جماعة وهل دي صورة يعني زي كان أنا غاضب هل دي صورة اللي ترضي المحامين هل دي صورة المحماء هل هذا أدب المحماء بس أنا برضو عزة منكم إن أنا مقاتل وأنني لا أهرب من الميدان وأنني سوف أقاتل حتى الرمق الأخير وأنني لكم ومعكم وبكم وأنني ماضم في أداء وحمل رسالتي وإن غدا لنظره قريب أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة